والتغطية مستمرة لليوم الثامن على التوالي للعملية الروسية في أوكرانيا فمع استئناف المفاوضات الروسية الأوكرانية على الحدود مع بيلاروسيا أعلن الرئيس الأوكراني فولدومير زلنسكي أنه يريد التفاوض مباشرة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتن وقال زلنسكي في مؤتمر صحفي أن الحديث مع بوتن هو الطريقة الوحيدة لوقف الحرب مشيرا إلى أنه منفتح أيضا ومستعد للتطرق إلى كل المسائل مع بوتن فسياق أجرى الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتن استمر لساعة ونصف الساعة حول أوكرانيا وقال ماكرون بعد المكالمة أن الأسوأ في أوكرانيا لم يأتي بعد إذ أعرب بوتن عن اعتزامه مواصلة هجومه وأن الهدف من غزو أوكرانيا هو السيطرة على كل البلاد بحسب ما أعلنه الإليزي وأخبر بوتن أيضا نظيره الفرنسي بأن عملية الجيش الروسي تتطور وفقا للمخطط الذي وضعته موسكو وأنها ستتفاقم إذا لم يقبل الأوكرانيون بشروطها وفق الرئاسة الفرنسية على صعيد المفاوضات بين الجانبين الروسي والأوكراني قال مفاوض أوكراني أن موسكو وكييف تفقت على عقد جولة ثالثة قريبا مؤكدا أن الجانبين توصل إلى تفاهم بشأن إقامة ممرات إنسانية مشتركة لإجلاء المدنيين وأضاف أن الاتفاق شمل وقفا محتملا لإطلاق النار خلال عمليات الإجلاء مشيرا أيضا إلى عدم الحصول على النتائج التي كانوا يعاولون عليها بهذه الجولة من جهته قال أيضا مفاوض روسي أنه يعتقد أن المفاوضات تحرز تقدما كبيرا وأنه تم الاتفاق على دعم ممرات إنسانية للمدنيين وعلى وقفا محتمل لإطلاق النار بالإضافة طبعا إلى سبل إدارة الصراع مستقبلا